السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير كيف كتشوفوا من العنوان إن شاء الله هدي نوجدوا طريقة دي المقيلة السلاوية الطريقة الصحيحة اللي كتجي لديدة وبنينا بزاف بزاف ما تشبعوش منها ما عديش نطول عليكم وغادي نمشي مباشرة المكونات والطريقة مع بعديتنا بسم الله وعلى بركة الله غادي نحساجه كتشوفوا هنا عندي كمية دي اللحم الحملي عندي هنا أنا مخلط عندي البقري والغنمي كتشوفوا هنا عندي العظيمات عندي الغنمي بالعظيمات المقيلة السلاوية مكي ماشي بحل الخليع الخليع كتدار بالأعظم غيب اللحمة موجففة يعني اللحم القديد هنا تسكن اللحمة طريقة مهبرة وخيكونوا عظيمات ماشي مشكيل هنا المقيلة أسهل أسهل مئات مرة من الخليع كتشوفوا راز ديته ما حكيته عادي أسهل طريقة كتش دي الفص ديته وكتش حكي بقشرته كتش حكي تتخرج دك اللوب ديال ديت تومو كتش تبقى لك القشرة في الدكة جي سالة الطريقة هادي كندير معلقة واحدة دي الكامون هادي الماء باش يساعدني على العطرية حكي سعرفوا العطرية ناشفة ومهنما كندير مالا زيت لخل باش نخلطوا هذه العطرية باش ندرك بيهم هادي الحيمات مع العطرية ستتلبس كلها كما كتشوفوا اللون دياله كيتبتلك تلبستك القصب الرحبوب والكامون القامون ماسكترش منه باش ما يعطيكمش المرورة القصب الرحبوب ماشي مشكيش حلم يدرسو مزيان هادي نغطيالي وخليه ليلة كاملة كل ما ترقد مزيان بعد ما دبتلك الليلة كاملة هنا اخذيت عندي الشحمة دلك الكلوة كتشوفها تبارك الله شحال بيضة غزالة خليتها تجمدت وطلاجة وحكيتها كتشوفها جاتب حلب بودرق هنا بفضل المقيلة وخليه الشحمة ليش لأنها ضرورية كسرتب لنا اللحم إذا قدرتوا الزيت كي تقاسح الشحمة ضروري ما كتر الطبق للحم كتشوفو هنا قدرت شور كيسا الزيت فقط عندي الشحمة هنا عندي ما بيننا رابعة فوق رابعة يعني ما بين رابعة نصف كيلو 3 كيلو ديال اللحم ممكن تديرون سكيلو ديال الشحمة تكون زوينة ديال الكلوة باش ما تضعش لكم وتخدموا بها عدة وصفات إن شاء الله هنا خلط الشحمة بالزيت ونزيد على الحيمة سترقضوا الليلة كاملة ونضع فوق الشحمة الشحمة حتى تصدروا جيل تحت ونعلاش باش ما نشعله على النار غير اللوة حتى تضروري الدوب لأننا لا نضع قطرة الماء هنا سوف نضع الدوب الدوب الشحمة ونضع الحيمة كيس خنوء ون تلقو الماء كل شيء قدرتكم في الفيديو بعينكم بلق طرة الماء لأن الحم الطريق ماشي مجفف طريق غني بالماء سوف يبدأ يسخن وغادي يطلق الماء سوف يشعلو النار على الطريقة الفاخر ممكن لي عنده الفاخر يشعل فاخر او مهيلة باش ما يسحرق باش لياه ويدوب بياه لك الشحمة سوف ترى الشحمة لأنها محكوكة ضاغية حكيتها جيدة أو ممكن تطحنها لا يمسكونا رقيقة جدا والماء بدأت سيطلق الماء يعني لا تحتاجوش نديرو الماء نهائيا لا يبقى الخليع الخليع كبير شوية الماء لأنه يكون الحمى جديد قاسح لأن الفرق ما بين المقيلة والخلاق إن شاء الله نعدي لكم فيديو عليه سوف نسد عليه عادي ما عديش نسد الطنجرة عادي شوفوا الماء لحيما بدأ سكت طيب والماء زادت تلقى الماء هذه الماء لها هي فش عادية طيب إن شاء الله شوفوا كبير لكم اللون بيض ما سوف يتبدي اللون هنا الماء سوف تعرفون الحمرة ها طب هادي نخليه بحلقة هادي نسد عليه عادي ويبقى إي طيب ها نزيدو حشوية العافية بشي غلالية غير يغلق هادي ننقصه نخليه تسيدة إي طيب الطياب الفاخر بلا قطرة الماء تبارك الله بشي كي يجيبنين واعر بزاف ما تشبعوش منه العافية ما تكونش مجاهدة عافية ما هي لشميعة هادي نسد عليه ونخليه طيب على خاطره طيب على خاطره طيب تبخر منه داك الماء ما يبقىش فيه الماء اللي يطلق سبارك الله ما شاء الله شوفو هادي اللحيمة تتحمرو داك المميها اللي يطلقات اللحيمة هادي بشات شوفو بقى تغيز زويتا زويتا وديك الشحمة اللي دابت صافي هنا غا نوريكم واحد طريقة بشتعرفو انا هنا كبارا كي يبليكم الفرق اللون ديال هذا لانه اللحيمة تتحمرو علش تتحمرو لانه الماء ما بقاش هنا بشتديروا واحد بشتعرفو بانه وش فيه الماء ولا لا خدوا واحد زليفة وخدوا ذاك اللي دام خلطه وخدوا ديرو فيه شوية وديروه في تلاجة غيل تحث غيل تحث تتجمد وان شاء الله اللي يجمد ونرى ماذا سوف نحط لكم واحد اللحيمة نجهز لكم شي هبيرات تشوفو سبارك الله ما شاء الله شوفو اللحيمة اللي فيهم عضي ماس هذا وسر ديال المقيلة تسكنتها ديال عضي ماس كتلقوا لبنها ما شاء الله كي يجي غزالين داك اللي دام ديال المقيلة كي يجي بنين بنين بزززاف ما تشوعوش منو ما شاء الله شوفو اللحيمة كيف شفتية يجي غزالين بنين بززاف هذا طريف ديال الغنمي هذا أنا كتعش بني مقيلة كتكون خلطة غنمي وبقري كتجي بنين بززاف هذا بقري تاوات طيب ما شاء الله في حاس ما لكي تعدكم اللحيمة شوية كبيرة ديروا كاز يلموس الدو عليها ولبلا ما غيس الدو عليها وعافية مهيلة صافي كنجيبو شي قراءة وليش يقنينة تكون معقمة طبيعة الحالة موصولة مزيان ضروري هدا أسرار من نجاح العملية هنا شوفتو غادي ندير شي طابقة صحة ذات القرعة لأنه الدهون كتقطر سوف ندير الخيمات هذه نعمرها هذه قراءة عندي كبيرة في حالة ما إلا شفتو الزيت أو الدهون عندكم في الطنجرة قليلة زيدوا الزيت الزيت عادي أنا ما نصحكمش تديروا الزيت البلدية تخلطوا لأن المقيلة والخلاق ديالي الزيت البلدية طريقتها بوحدها سوف نفرق الدهون سوف نغطي اللحيمة ضروري لا تغطي سوف ندير بلد عادي نسد لها لكي لا تسعرق شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا العديمات المقيلة يديروا في العديمات وكوش يبقى لي واحد الباركة هنا سوف نديرها في قرعة أخرى سوف تشوفوا التجربة المقيلة التي تجربتها في التلاجة هي جمدة سوف نديرها في التلاجة هنا لقد تحيدوا الشحمة لقد تردوا الماء تنجرة تنشف من الماء لقد تردوا ناشف كيف لا تردوا هنا لدينا ناشف سوف نقول لكم صحة و راحة و إلى اللقاء شكرا شكرا